ويحضر معنا في الستوديو الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد حيوني أهلا بك سيد خالد ما هو سبب في هذا الاحتقان؟ هو في الواقع باش نتحط على الوضعية اللي كان ويتحط عليها زملائهم من خلال الفي تي اير اللي قدمتوه فما جملة من الملاحظات اللي يلزم نربطوها بما جرى انهار السبت انتو ما تعرفوا انه انهار السبت ساعة منذ البداية نحب ونكونوا متفقين في حاجة هو انه حق الاحتجاج مكفول بمقتضى الدستور وزارة الداخلية لم تناقش يوما في ذلك لانها على وعي تيم بالقوارين نفث المفعول في البلاد بالنسبة للمسيرة هذية او العملية الاحتجاجة اللي تمت تم تأثيرها من طرف الوحدات الامنية وهي جابت كل شوارع الرئيسية في العاصمة تقريبا كلها وكانت موجودة الوحدات الامنية معهم وقامت بتأثيرهم وقامت بتوفير كل الضمانات الامنية لانه لتذكير وانه الشارع ما فيش كان المحتجين والامنيين فقط فيه سير طبيعي لحياة العامة صادر ذلك مع يوم سبت مع يوم قضاء الحاجيات اليومية متع الناس وبالتالي فانوزارة الداخلية تتعهد بمسؤوليتها والوحدات الامنية مختلف الامنيين اللي كانوا موجودين قاموا بدورهم على احسن وجه في حفظ النظام في ضمان امن المواطن وفي تأثير تلك المسيرة لكن بمرور الوقت معناها وصلت المسيرة الى الشارع الرئيسي بالعاصمة الى شارع الحبيب بورقيبة وتحولت عديد التصرفات اللي هي تصرفات يعتبرها قانون وانها تصرفات مخالفة له مش احنا نعتبرها بانفعالية او بمسألة معناها بمقتضى اعتبات وكانت هناك عديد الاعتداءات التي طالت الامنيين اضافة الى عملية استفزاز تواصلت لساعات طويلة وانتما كان لحظتوا بمعنىها وبكل وضوح وانو الامنيين كانوا موجودين وهنا ظهرت العقيدة الامنية اللي هي عقيدة ضبط النفس وعقيدة عدم الانسياق وراء الانزلاقات وهذا دليل على شنوه؟ هذا مطالب بيه من جمهوري طبعا باتباعة الحال هو مطالب بيه لكن هنا واجبنا وانو في سورة اتقان العمل لمتاعنا نتوجه الى وحداتنا بشكر وهذا ثابت ومؤكد وانو كافة الامنيين تحلّوا بسعة صدر كبيرة تحلّوا بصبر كبير تحلّوا بمنطق ضبط النفس رغم الاستفزازات الطويلة حتى على مستوى الوقت كانت هناك استفزازات سواء كان من خلال الحركات المسيئة لهم او من خلال الالفاظ النابية او من خلال إلقاء المقذوفات او من خلال التعدي عليهم طيب هذا التحرك الاحتجاجي جاء على اثر هذه المسيرة والتحركات يوم السبب وهنا يتساءل الامنيون في هذه النقطة بالذات كيف يتدخل الامنيون لك حيرة حتى في التقرير الذي مررناه كيف يتفاعل الامني في العمليات او المظاهرات المشابهة لهذا اما تحت غطاء القانون او تحت التعليمات هذا السؤال وجهها في التقرير منذ قليل شوف هما الامنيين من خلال التقرير اللي انت انطلقت منه كانوا معنيها او من خلال جملة التقارير زادة اللي اتعديت على مر ساعات الماضية كانوا اثبتوا جدارة كبرى في تحلي بصفات الامن الجمهوري وهما الهناء واضح وجلي وانهم تقيدوا بالقانون والعقيدة اللي هي ناتجة على مسيرة متع اسلاح كاملة تمت على مستوى ووزارة الداخلية وانا بش نستغل الفرصة لماذا هذه حيرة اذا في التساول بالنسبة للامنيين والنقابات الموجودة اليوم في التحلي هاو بش نجاوبك انا ساعة نستغل الفرصة هذه بش نتوجه بجزيل شكر الى كافة الوحدات الامنية اللي ما تميزت به من تصرف لائق لائق وعالي المستوى ونحب نقول لك حاجة وانه تصرف اللي قاموا به الوحدات الامنية رغم الاستفزازات المبالغ فيها ورغم انهم كانوا حاملين للرأية الوطنية امتحموا وكانوا واقفين من اجل حفظ النظام والمحافظة على سلامة ومناعة كل انسان كان موجود في الشارع الحاجة الوحيدة اللي حركتهم هي نتاج كبير لعقيدتهم الامنية وكذلك نتاج للتكوين المستمر ولمسيرة الاسلاحة الموجودة على مستوى داخلي في وزارة الداخلية ونعاود نتوجه بالشكر للوحدات الامنية لما تحلت به من حيرفية عالية هذا دور مستوى الامنية بطبيعة الحالة لكن كان دور انجزته بكل فعالية وانا اسمعت برشا حديث على ما المقصود بالحيرفية الحيرفية هو انك تحسن التعامل مع مهنتك كما يجب والامنيين تعاملوا مع الوضع كما يجب واحسن حتى مما يجب طيب السؤال لم تجبني على السؤال يعني هناك حيرة بالنسبة الامنيين اليوم بعد هذه المرور هذه المظاهرة في تحت اي غطاء يعملون هل هم تحت غطاء التعليمات او هم تحت غطاء القانون موقف الوزارة من هذا احنا في مؤسسة تسمى مؤسسة الامنة الجمهورية ووزارة الداخلية كانت تتعاتى مع كل الاعمال اللي تقوم بها وحداتها بمقتضى القانون ونحب انجوب كان انتلاقا من المنجز وليش انتلاقا من الحديث المنجز اللي قامت بها الوحدات الامنية ظهرت وانها تعاملت تحت غطاء القانون وتجاوزت ذلك الى الارتقاء بالعمل الامن الى ارقم ظاهره ونأكد على حاجة رغم الاستفزاز ورغم كل محاولات سحب الوحدات الامنية الى الانزلاق نحو تصرفات معناها رغبة فيها البعض نحب نقولك حاجة فما شكون في الامنيين اللي كانوا موجودين وتحملوا عديد التصرفات اصغر حتى في السن من الناس اللي كانوا مظاهرين ونرجع ونكرر وانه كل انسان من حقه انه يحتاج سلميا لكن من حق الوحدات الامنية وانها تتمتع بحماية القانون وهي سخرت القانون للقيام بالمهام امتيحها وكانت كل مهامها قانونية ونعاود نأكد على حاجة لهنا لانه في وزارة الداخلية نحدث المعادلة بين كل الامور الحق في الاحتجاج حق مكفور قانونا لكن مع احتجرام الوحدات الامنية وحسن تطبيق القانون واضح طيب احتج الامليون اليوم ونادوا في بياناتهم بانه هناك قرارات عدة صدرت عنهم وهي تعليق الخدمات اليدارية وتأمين اللانشطة الرياضية وغيرها من هذه المواقف والقرارات صادرة عنهم فما هو موقف الوزارة من هذه القرارات وموقف وزارة الداخلية هو دائما يدعو الى حسن تطبيق القانون وموقف وزارة الداخلية دائما يدعو الى التحصن بما يكفل حسن الظروف اللي يخدموا فيها الامنيين وانا هنا ارجعت بك معناها لما جرى يوم السبت لانه هو المنطلق ووزارة الداخلية هي شاكرة لحسن النتائج اللي قدموها ابنائها بتبيعة الحال وفي قرارات التعليق العمل اليوم هو بالنسبة للوحدات الامنية احنا هنا يتكلم فيك على الوحدات الامنية وحتى القرارات التي اتخذت هي قرارات اتخذت للفت الانتباه لما تم للفت الانتباه للتجاوزات اللي حصلت في حق الامنيين ولفت الانتباه الى انه كل ما قام به الامنيون من التحلي بسعة الصدر وتحلي بضبط النفس هو الذي كان كفيل بانه الضمن لكل من كان متواجد في ذلك المكان في شرع الحبيب بورقيبة وانه يقوم بما يريده في احسن الظروف المواطن تستمر حياته والمحتجون يحتجون لكن مع عدم الإساءة او عدم التوجه نحو الامنيين باي تصرف يعتبر بمقتدى القانون مع العلم وانه هناك عديد تصرفات اللي تمت اثناء العملية هي اعمال اجرامية ويجرمها القانون لم تجبني سيد الحيون لم تجبني عن سؤالي يعني غدا سيتم تعليق العمل وما هو موقف الإدارة الرسمية ووزارة الداخلية من هذه القرارات السؤال الواضح شوف وإجابتي كانت واضحة زادة في كون وزارة الداخلية دائما تدعو الى حسن تطبيق القانون وحتى اذا كان معناها الزملاء الامنيين اتخذوا معناها موقف نتيجة لما تعرضوا له من استفزاز فانه ضمان استمرارية ما هو الحد الادنى من العمل الامني واحنا ظهرنا في عديد المناسبات على مستوى وزارة الداخلية وانه الامن الجمهوري عمر ما يترك البلاد معناها بدون تأمين وفي عديد المناسبات واحنا انتم تعرفوا ان المناسبات كثرت وعديد الظروف اللي مرت بها البلاد الا واثبت الامن جمهوريتها وانما اثبت الامن انحيازه نحو القانون ونحو المؤسسات وانحيازه نحو حسن تطبيق القانون مع التأكيد على ضرورة حفظ سلامة ومناعة الرأي الوطنية اللي يحملها ابناء المؤسسة الامنية شكرا جزيلا لك خالد الحيوني نتقرسم باسم وزارة الداخلية